حمس اليوم وفصائل المقاومة تبدي قوة تبدي أذى كبير في صفوف الاحتلال الإسرائيلي كيف نفهم هذا وذاك؟ على مستوى المقاومة هناك أهداف تحققت وهناك أهداف مأمولة وهناك أهداف متضمنة بالنسبة للأهداف التي تحققت فلعل أهمها هو صورة الانتصار الذي رأاه الجميع في أول يوم في ظروف لم تتعدى بضعة ساعات كان هناك ضربة قوية جدا للمقاومة استطاعت أن تمحي أو تزيل هذه الصورة النمطية التي عندها العرب والمسلمين أننا دائما في تقهقر في هزيمة وأن العدو دائما هو المبادر وهو المباغت الهدف الثاني الذي تحققه هو ضرب الهيبة هذا صورة الجيش الذي لا يقهر هذه أيضا ضربة ليس فقط عند المشاهد العربي أو عند الإنسان العربي أو المواطن العربي ولكن كذلك أمام العالم وأمام أهم ذلك هو الشعب الإسرائيلي نفسه فقد هذه الثقة وهذه مسألة في غاية الأهمية وتحققت الحقيقة وهذا يفسر لماذا هذه المجازر وسأبحث وسأفصل أكثر الأمر الثالث هو أخذ أسرة يعني هكذا كان هدف هو أخذ الأسرة حتى تتم مبادلتهم والهدف الرابع الذي يمكن أن نتحدث عنه هو تأجيل ما يسمى بمشروع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى هذه أحد أبرز الأهداف التي تحققت هناك أهداف مأمولة ولعل أهمها هو ما يسمى بطبيض السجون يعني في أمل أن الأسرة الذين لدينا المقاومة وهم معظمهم جنود الآن أو ضباط حتى من ذوي الرتب الرفيعة يتم مبادلتهم وتبيض السجون حسب ما يكون طبعا الوضع الميداني في نهاية المعركة الأمر الثاني هو فك الحصار يعني لا شك أن الذين خططوا لهذه كان هذه المسألة واضحة جدا لديهم أن بعد 16 سنة من الحصار المؤلم والمضني وليس هناك أي أفق في فكه فكان لابد من تغيير هذه من خلال العملية عسكرية وأيضا كما ذكرت هي موضوع الأمر للأهداف المتضمنة في هذه المسألة بالنسبة للمقاومة هذه ستعتمد تحقيقها حسب نتيجة المعركة النهائية وهناك عدة سيناريات قد نتطرق إليها ولكن بصورة سريعة كده فشل عمليات التطبيع يعني كانت أمريكا تريد أن تستبق المسألة بالنسبة للتطبيع بين السعودية والكيان الصهيون في الربيع القاضي وأعتقد هذا تأجل على الأقل إن لم يكن فشلا فشلا ذريعا أصبح هناك شك في المجتمع في المجتمع الإسرائيلي في قدرة هذا الجيش أن يؤمن له أمنه ويؤمن له حدوده وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا إذا انتهت المعركة في سيناريو محدد والأمر الثالث وهو أيضا مهم أعتقد هذا يمكن متضمن وهو إبراز خط المقاومة وفشل المسار التفاوضي هذا بالنسبة للمقاومة هناك أيضا ممكن نتحدث عن أهداف إسرائيل وهل تحققت قبلها طيب يعني فعلا هذا ما سأذهب إليه ودعني أنا أخذ الرأي الآخر أو أنظر إلى نصف الكوب الفارغ بما أنك نظرت إلى النصف الممتلئ البعض يقول أن ما حدث في 7 أكتوبر أعتذري على الاحتلال الإسرائيلي بأن يفرغ القضية من مضمونها ينهي القضية ببساطة شديدة بقتل أكبر عدد من المدنيين استحالة الحياة في قطاع غزة ومن ثم يكون سيناريو التهجير فتنتهي القضية الفلسطينية على الأقل فيما تعلق بقطاع غزة وهذا ما يسير فيه الآن يعني على ما يبدو من نجاح كبير ودفع ملايين للمليون فلسطيني الآن بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية هل هذا السيناريو صحيح بهذا الشكل؟ نعم هذا طبعا سؤال مهم جدا وهو متعلق أيضا بالأهداف الإسرائيلية يعني بعد هذه الضربة التي لقاها العدو الصهيوني كان هناك لديها أهداف استراتيجية وأهداف تكتيكية لعل من أهم الأهداف الاستراتيجية وهي مسألة موجودة في الفكر الصهيوني بصورة عام وكان يرون أن هناك خطأ استراتيجي كبير حدث في الثمانية واربعين وهو عدم نزوح ليس فقط قليبة الشعب الفلسطيني وإنما الشعب الفلسطيني كله دكتور سامير عريان هذا ما كنت أتحدث عنه هم يحيلون حياة المواطن الغزاوي إلى جحيم يدفعونه دفعا إلى الهروب من هذا الجحيم إلى أماكن أخرى ومن ثم إلى مسألة التهجير إلى مصر ما رأيك؟ أنا لا أنظر إلى القضية بنصف الكوب الفاضية بلآن أنا أنظر إليه بمسألة تحقيق الأهداف وبالتالي أحببت أن أبدأ بما هي الأهداف التي تحققت فعلا وبالتالي مهما كانت النتائج هذه أهداف تحققات وهناك أهداف يرجى أن تتحقق تبعا للسيناريو الذي ستنتهي عليه هذه المعركة وأهداف متضمنة حسب تحقق هذه الأهداف بالنسبة للعدو الإسرائيلي هناك أهداف استراتيجية لعل أهم ما هو تغيير نصورة هذه المشهد هذا المشهد المنهزم المنكسر العاجز الفاشل المهزوم هو أراد أن يغيرها من خلال هذه المجازر ولكن هناك أيضا هدفا استراتيجيا هو دائما كان يبحث عن فرصة استراتيجية أو زمن يمكن أن يحقق فيه هو تهجير الشعب الفلسطيني وهذا جزء من استراتيجي وحاول إقناع الأمريكي به وحاولوا طبعا إقناع بعض الأنظمة العربية وأعتقد حتى الآن هو فشل ونعم نجح في هدم غزة ونجح في نزوح الشعب الفلسطيني إلى الجنوب ولكن حتى ينتقل الشعب الفلسطيني بأكثرية كبيرة ويذهب إلى مصر هذه مسألة ليست بالسهلة وهناك بالمناسبة يعني هناك سابقة تاريخية حدثت في 48 49 وقت الهدنة الهدنة صارت في شهر يوليو 49 كان حجم غزة 565 كم مربع وكان المسؤول عليها كان الحاكم العسكري فلسطيني محمود الرياض الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية والفلسطيني الذي كان متواجد وهم جاءين من قراءهم كانوا دائما يدخلون من الحدود ويذهبون إلى قراءهم ويذهبون إلى مصانعهم ومزارعهم فهذا سبب إزعاجا كبيرا فما كان من الإسرائيلي إلا أن يضرب الجيش المصري ويضرب الحامية المصرية هناك حتى يضغط على المصريين لإيقاف التوغل الفلسطيني وللأسف الشديد وقتها كان الحل أن محمود الرياض أعطاهم 200 كيلو أعطاهم 200 كيلو أقل هذه ممطقة حاجز وهما أخذوها طبعا وهذه التفاقية اسم التفاقة العوجة وموجودة يعني فلو أفلح أن يوجد مليون فلسطيني لن يستطيع الجيش المصري أن يتحكم فيهم سيذهبون ويقاومون وساعتها الإسرائيلي سيقول للمصري أنت المسؤول عليهم وهذه مسؤولية كبيرة ترجمة نانسي قنقر